أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائر يقول حججت بعمة العام الماضي فمرضت في مزدلفة فنقلتها إلى الفندق وتركنا المبيت في ميناء الليلة الأولى لشدة مرضها ثم ذهبنا إلى ميناء الليلة الثانية لتحسن صحتها وبتنا بميناء ثم تعجلنا فهل علينا فدية وإذا لم نستطع الفدية فهل نصوم عشرة أيام أفيدونا جزاكم الله خيرا المريض الذي يحتاج إلى العلاج يسقط عنه المبيت في ميناء المريض الذي يحتاج إلى العلاج في المستشفى أو في بيته أو لا يستطيع البقى في ميناء يسقط عنه المبيت لا شيء عليه وكذلك من يصاحبه من يرافقه إذا احتاج المريض إلى من يرافقه للخروج من ميناء ويصاحبه في المستشفى أو في بيته فإنه يسقط المبيت عن المرافق أيضا نعم ولا شيء عليكم نعم